مسؤولون حكوميون في أفغانستان انتحاريا فجر نفسه قرب مجمع تابع لجهاز المخابرات الوطنية الأفغانية في كابول ما أدى إلى سقوط ستة قتلى في الأقل وعدد من الجرحة وقالت مصادر أمنية إن الانتحارية فجر نفسه وقت دخول الموظفين إلى مقر جهاز المخابرات من جهته أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير وهو ثاني للتنظيم خلال أسبوع حيث سبقه هجوم على مركز تدريب في نفس الجهاز ترجمة نانسي قنقر